السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيسمعني تعبير عن عادات التقاليد ولاية خنشالة خنشالة مدينة من مدن الجزائر ولاية من ولايات الجزائر نتكلم عن عادات التقاليد كتبت طريقتين عادات التقاليد ووصف جمال المدينة وضعية أخرى نقرأ عادات التقاليد أولا خنشالة من أهم المدن الجزائرية نتكلم عن عادات التقاليد ماذا تعرفون عنها هذه المقدمة وإشكالية في العرض تتميز ولاية خنشالة في شمال شرق الجزائر بطراثيها الشاوي العريق الغني الذي يعكس ثقافة وحضارة سكانها الأمازيخ يتحدث معظم سكان الولاية اللغة الشاوية وهي إحدى اللغات الأمازيغية تميز هذه اللغة بجمالها وبلاغتها يتميز زي سكان الولاية بألوان الزاهية والنقوش البديعة ويختلف زي الرجال عن زي النساء حيث يتكون زي الرجال من سروال فطفاض وجلباب طويل أما زي النساء في تكون من بلوزة مطرزة وسروال فطفاض وعباء طويلة وأما الطعام يتميز بتنوعه في خنشالة كالكوسكوسي والبريك والمشاوي كما يوجد العديد من الأغاني والرقصات التقلدي التي تعبر عن ثقافة خنشالة وطراثيه فقد يتميز سكانها فقد يتميز سكانها بحب الموسيقى والرقص ولا ننسى احتفال السكان برأس السنة الأمازيغية وما به من عادات كإشعال النيران في الجبال وتحضير الاطباق التقليدي وكما يوجد العديد من العادات والتقاليد في الزواج وتبدأ مراسم الزواج بحفل الخطوب ثم حفل الحناء ثم حفل الزفاف كما تحتل صناعة النسيج المرتبة الأولى وتشدار المنطقة بزربيت النمامشا وصناعة الفخار المجوهرات والحلفاء خاتمات تساهم العادات التقاليد في الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب وهي تعبير عن القيم والمعتقدات والأخلاق التي تحكم المجتمع وتعد عادات خنشالة جزء مهمة من الطراث الثقافي الجزائري وهي تسحق الحفاظ عليها وترسيخها بين الأجيال القادمة تقلمنا في العرض العادات أبرز العادات تحكم الملابس كما تطعون وضعون والطعام وتطعيم الملابس والطعام والرقصات احتفال برأس السنة العمزغية وكل تحكم أطباق الإطباق التقليدية في الاحتفال برأس السنة الأمزاغية. هنا عدد التقليد في الزواج. صناعة التقليدية هنا صناعة النسيج. الصناعة في خنشلة اهتمام بصناعة النسيج. وتشتهر منطقة بزربيت النمامشا. وصناعة الفخار ومليهرات والحلفاء. وهنا الخاتمة. اضع نقطة في نهاية دابير. نقرأ الوصف جمال خنشلة. خنشلة. ولاية جزائرية تقى في الجهة الشمالية الشرقية من البلاد. والتميز بجمالها الطبيعي الخلاف الذي يضاهي جمال الكثير من المناطق الصحية في العالم. تقى خنشلة على جبال الاوراس التي تكسوها الخدرة في فصل الربيع. وتتحول الى ثلج في فصل الشتاء مما يضفي عليها جمالا ليوصف. تضم خنشلة العديد من المعالم السياحية كالجبال الشلية وبوحيرة الرملية وصحراء النمامشا. ولا ننسى المعالم التاريخية والاثرية. تمنيد بغاي والمصرح الروماني. حمامات بغاي والصالحين. ومدينة الكفوف. كما نتميز خنشلة ايضا بتنوع ثقافتها. ثقافتها وعادتها. تقاليدها. حيث تعيش من العديد من القبائل العربية والامازيغية. تستحق خنشلة الزيارة والاستمتاع بجمالها الطبيعي والتاريخي والثقافي. فاينما تذهب تجد هناك الجمال والمتعة والترفية. موضوع قصير عن وصف جمال خنشلة مقدمة طرق فراغ. غرض طرق فراغ. خاتم من الطرق فراغ. موضوع يبدأ فراغ أوبيا. تنتهي بنقطة. لا لا تنسوا عرمات ترقيم عند كتابة الموضوع. موجود في قناة توتيوب تعبير كثيرة عن وصف جمال البلدان او مدينة من المدن الجزائرية. ولايات كثيرة نستبت عنها. واذا رأتتم اي موضوع عن اي مدينة اكتبنا في تعلاقاته. ان شاء الله نحاول نزله لكم. فقط قبل الخروج امنوا لاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. عايزين نوصل للقناة الاكبر عدد المشتركين. اه في اقل وقت ممكن. اعملونا اللايك والكومنت اللايك والكومنتات بترفع الفيديو يا جماعة. ارجوكم يعني اعملونا كومنتات كتير ولايكات عشان الفيديو يترفع. والناس كلها تشوف الفيديو. اه و. فضلا وليس امرا. اه كمان. فعلنا الجرس. اذا اردت مجهزة بديوهات القناة اول بول فعل الجرس. تفيل الجرس حاجة ترجع لك. يعني لو عايز تفعل الجرس حابب تشوفنا. فعلنا الجرس. وشيرنا الفيديو كمان. للاصدقاء والمقربين. اراكم في الفيديوهات القديمة دمتم اه او فيها للقناة دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم. الله يبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة